وجه آخر من البلاد هو عنوان المعرض الفنية الذي أقامه تجمع فنان العراق في قاعة عوار وشارك فيه نخبة من التشكيلين الذين حاولوا بسم واقع ومستقبل مغاير لما يعيشونه اليوم عبر لوحات ومنحوتات حملت صبغتان جمالية معبرة عن أحلامهم التي حاولوا فيها إشراك المتلقي وجه آخر من البلاد يعني المعارض المهمة حقيقة لما يحمله من معنى على اعتبار أنه البلد يعني يمر بعدة أزمات من هالأزمة المالية والأزمة الأمنية فإحنا حبينا ننقل في الصورة جديدة وجه مشرق للعراق يعني العراق بعد مما يتبيه فن بإبداع مجموعة من الفنانين يعني عندهم إمكانية جميلة بالتحدث باللوحة ولغتها شوف اللوحة إذا تباوعها أفكار مختلفة طروحات مختلفة بس كلها تنصب بالوجه الآخر للبلاد الظروف الصعبة التي يمر بها أطفال العراق دفعت إحدى المشاركات في المعرض رسم لوحات تخيلت فيها واقعا مغيرا لحالهم فهم يلعبون ويمرحون ويملؤون المكان بضجيج ممزوج بالحب فنان الآخر حاول التركيز على النساء الأيزيديات وهن يواجهن وحوش داعش أعمالي هي مقسمة لجزئين جزئي مثل مجموعة من الرجال وجزئ من النساء الرجال يمثلتهم باللي أتوا مؤخرا يعني احتلوا العراق هم الدواعش وكذلك النساء الأيزيديات فأعملت مقارنة بين هذا العنصين وكيف عمل هذا العنصر كيف واجه العنصر الآخر كأن المستضعف حاولت أن أمثل أنه الطفل الطبيعي بحياة طبيعية شون ممكن أن يكون شون تمنى أطفالنا تكون حياتهم مثل السابق يعني فرح ولعب وضجة الأطفال يعني بعكس الحالة اللي هسن شوفت الوجه الآخر هذه المرة دفع أحد النحاتين لابتكار تجربته الخاصة والمغايرة للأعمال النحتية الأخرى التي شارك فيها بمعارض خارج العراق وهي تتلخص بإعادة إحياء بعض الحاجيات القديمة مع إضافة لمسات جمالية عليها أنا شاركت بهذا المعارض بثلاثة عموان نحت بتجربة تصليح العمل الفني المكسور ومن خلال هذا التصليح استطعت أن أوصل تجربة جمالية اشتركت بها في باريس في معرض أنا ومجموعة من النحاتين وفي نفس الوقت استطعت أن أقدم تجربة مغايرة عن ما مطروق في النحت العراقي الحديث معرض فني هو الأول من نوعه استطاع تحفيز مخيلة الحاضرين لإظهار ما يميزهم أو ما يستطيعون أن يقدموه لأنفسهم وللآخرين شريطة أن يحملهم على التغيير موفق مجيد الحرة بغداد شكرا للمشاهدة شكرا